السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو عدنا أخبار عاجلة لإصابة عمران لوزا وجديد اللائحة الأولية للناخب الوطني والدرقريقي اللي غاد يرسلك الدائع إن شاء الله للإتحاد الدولي لكرة القادم إضابة إلى لاعبين اللي غاد يتم إسيب عادوا من طرف والد من اللائحة النهائية بحيث قليك ما بتحمس لهم أكيد غاد ينتعرفوا اليوم وأيضا عدنا إصابة أخرى للاعب المنتخب المغريبي وكالعادة كل شيء غاد يكون بالمختصر موفيد لذلك ندخلوا مباشرة في الموضوع والبداية غاد يتكون مع إصابة عمران لوزا لأخر الأخبار كتقول أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل واللي أوتوماتيكيا كاني أنه خارج المونت دي القطري ولذلك يزيد أكد ذلك هو الموقع الرسمي لبيان سبورت اللي قالوا أنه غير متواجد في القائمة الأولية للناخب الوطني والدرقريقي بسبب إصابة في الركبة وبين قوصين إصابة ديال عمران لوزا كانت على مستوى الكاحل ماشي ركبة كما جاء في تقرير ديال بإن سبورت وللأسف عمران مهارس في الشوفية دياله وإحنا عارف الإصابة اللي كتكون على مستوى الكاحل ما كتكون سهلة بتاتا وكتأخذ وقت بزاف في العلاج وكما قلت لكم البارحة حتى الطريقة اللي خرج بها على النقالة كتبين على أن الإصابة دياله ماشي سهلة وفي صورة أخرى التوقعت له كتبين أنه شاد فراسو يعني إصابة دياله ما سهلاش كما ذكرنا سلافا ولحدود هذه اللحظة ما زال مخرج تقير رسمي من نادي واتفورت كيحدد نواية الإصابة ومدة الغياب وما إلى ذلك عموما كنت منولي الشفاء العاجل بإذن الله أيضا موني الحدادي ليتقلق مؤخرا وكنسجيل هدف ضد أتليتيكو بيلباو فحسب صحيفة أصل إسبانيا قالوا أن الحدادي أحس بألم في فخذي الأيمن مما منعوا من التواجد مع فريقي في التداريب بل أكثر من هذا أكدوا أنه مدارب خطافي لهو كيكي سانشيز فلوريس فضل إصباد الحدادي عن التداريب وحتى في المباراة المقبلتين لتفادي تفاقم إصابته بالرغم من عدم خطورتها وأكدت أيضا صحيفة أصل إسبانيا أن عودة الحدادي إلى الميادين رهينة بمدى تعافي من الإصابة بدون تحديد مدة غيابه مشيرة إلى ضرورة أخذ الحضر قبل رجوع اللعب لمشاركة في التداريب ليحافظ على حضودي في المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم إذن بخلاص الحدادي عنده باطل ألم في فاقدي الأيمن والإصابات دياله فقط باش ما تفاقمش الإصابة اللي عنده وبذلك يكون جاهز للمونديا القطاري حسب ما جاء في تقرير صحيفة أص أيضا في جهة المقابلة صحيفة يان يان سير تركيا قالوا أن الدولة المغربة رومان غنم سيس تعافى تقريبا من الإصابة اللي كانت تعرض ليه مؤخرا ومن المتوقع أن يعود سيس إلى الميادين في مباراة فريقه بشكتاش اللي غادي تكون إن شاء الله ضد نادي هاتاي سبور يوم الاثنين مقبل ولكن قبل ذلك خاصه يخدع لفحوصات طبية نهائية لتأكد من تعافيه كليا من الإصابة دبا انتقل مباشرة مع آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي واللي كتقول أن الناخب الوطني وليدر جريقي قرر بشرس اللائحة الموسعة إلى الفيفا يوم غاد الجمعة بحيث تفضل انتظار إلى آخر يوم لمتابعة جميع اللاعبين ومنح كذلك الفرصة لكل لعب يراه يصحق الدفاع عن قميص المنتخب وطبع اللائحة الأولية لوليدر جريقي دار فيها خمسة وخمسة اللاعب من بينهم المهاجم عبدالرزاق حمد الله زايد احتفظ بها بجميع الأسماء اللي شاركت في المباراة الويدية الأخيرتين اللي كانت أمام شيرو والباراقواي واللائحة الأولية أيضا شهدت عودة المدافع نيف أغريد إضافة إلى لاعبين واعدين اللي هما بين جاميل بوشواري وبلا الأخ النوس فضلا عن أكثر من أربعة لاعبين من الدور المغربي وطبعا هاد اللائحة غادي تم تقليصها من خمسة وخمسة اللاعب إلى ما بين 23 إلى 29 لاعبين أما عن موعد إعلان اللائحة فكما قلنا البارحة غادي تكون ما بين 18 من الشهر المقبل أيضا هناك مصدر موثوق جدا قال لك أن هناك مقرب من وليدر جريقي قال لهم بأن هذا الأخير غير متحمس باتتا لضم لاعبين باريزين لمشاركة في المنطقة القطاري والأمر كيتعلق بأيوب الكعبي لعب هاتاي سبورت توركي وسوفيا الرحيمي لعب العيل الإماراتي ومنطقيا وكن قوله بكل أمانة في الوقت الحالي أيوب الكعبي المستوى دياله تراجع بزاف وإصعاب يلقى مكان مع المنتخب ولكن في المقابل كنشوف أن السوفيا الرحيمي كيقدم مستوى جيدة جدا مع نادي العيل الإماراتي والساحق تكون عنده فرصة مع أسود الأطلس ولكن غادر رجع لواحد النقطة مهمة جدا وهو رحيمي نفسه لو كان بغاية ضمن أنه يلعب في كأس العالم كان عليه في الأول احترف بأوروبا لأنه كانت عنده أنا داكو أراض قوية في الدوري الإيطالي ولكن هو للأسف اختار راتب الأهلة إدارة ما يمكنش تاخد كل شي في دقة واحدة وحتى المدرب كما كان غاد يفضل اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا على اللاعبين اللي كمارسوا في الدولية الخليجية وليك يزيد يأكد هاد الأخبار دي الكعبي ورحيمي أنهم غاد يكونوا خارج اللائحة النهائية وهو والد الرجعي ما تم تعليهم بتاتين في الوديتين دي الباراقواي والشيلي عموما حد الآن ما زي ما كانت شي حاجة رسمية مادام الناخب الوطني ما أعلنش عن اللائحة وكيما كنقول لكم دائما تفائلوا خيرا تجدوه وفالخيتام كيف قرأي ديالكم وخيروا كلامي مع قلة ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلام